مستشفى الأحمد الجديد هي إحدى إدارات شركة نفط الكويت التي واكبت التحول الرقمي من خلال نظام إلكتروني يقدم مختلف خدمات المرضى والمراجعين بطريقة متطورة الحمد لله أن إدارة المستشفى كانت من قبل مهتمة بالتكنولوجيا ولذلك عندنا ملف الورقي مستبدل في ملف إلكتروني فهذا سهل علينا نوايد في الجائحة الشغلات الثانية اللي سويناها مع الملف الإلكتروني اللي هي الأرشفة والإلكترونية خلينا كل شيء بدون ورق يهي من الأجنحة يهي عن طريق النظام الـ Tube System والشغلة الثانية اللي إحنا سويناها قدمنا خدمات تسهل على المرضى من ناحية مثلا الخدمات الإلكترونية سمينا خدمة يديدة اسمها أحمدي هسبتل أونلاين وهالخدمة هذه مو فقط تقدم خدمات حق العيادات الخارجية لا تقدم خدمات طلب مواعيد للتخصصات كاملة من العيادات الخارجية بالإضافة إلى خدمات السجلات الطبية خدمات المستشفى تضاف إلى خدمات إدارة الموارد البشرية التي حرصت الشركة على تحويلها إلى تطبيقات إلكترونية فقمنا في عمل نظام يقدر الموظف خلاله يحجز موعد مع أي قسم بالشركة لينجز معاملته وهو يكون عن بوعد في البيت يحجز الموعد طبعا فيه سيرفي قبل الله يروح الموعد السيرفي هذا عبارة عن حالته الصحية يشرح فيها وهذا وبعد هذا يروح على الموعد ما له طبعا هذا النظام يخدم كل أقسام الشركة إذا الموظف يروح على موظفين يروح على قسم المحاسبة يروح على قسم الإعلام في كل مكان في أقسام الشركة هذه الخدمات الإلكترونية توفر برأي المشرفين عليها تنظيم التعاملات بسرعة وسهولة وتؤمن سلامة الموظفين والمراجعين جهان حبيب تلفزيون دولة الكويت